أنا أكيد مرح ضل مع كرم بس عم فكر أنه هو يجي يشتغل معنا بالشركة الجديدة أنا حكيت معه بس بعد ما اتدفقنا عشي يعني بس أنا وياك اتدفقنا أنه منقرر سوا شو صار؟ أي حكينا وقلنا أنه هيدا الزنمي ممكن يساعدنا بموضوع البنك بس أنا قلتلك أنه هيدا الزنمي سائل وتقيل الدم وأنا مني مرتاح له خليل بليز ما فينا نفوت مشاعدنا بالشغل يا جماعة أهلا وسهلا فيكم بأسركن وإن شاء الله دائما مجموعين على الفرح إن شاء الله صحكم 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 جميعا خلينا مرحبا خليل لك فتشت عليك كلة ولايتات القصر ما لقيتك شغل بالي معناته منخلي لطواليت للمؤامرات الكبرى مش توضرت كل هالأدل لما سمعت باسمه لا كرام له درجة سائل أكتر ما بتتخيل سائل واستعراضي وما بيحكي إلا عن حاله قال شو؟ بنتوا يساعدنا أصلاً خي اللي يساعدوا بأول عمره لا يفتح الشركة ليه؟ لأنه بيه كان السيزة لفارس تعالش شو عمل لما فارس كان عم يشتغل عنده بالشركة؟ لك مكتب معطى أنا محله لفارس بحطه عند حده ما بخلي يدعس عنا بالشركة رو 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 أهدى أهدى ما بدك لهالأد بالنهاية فارس بيعرف يحطه عند حده وقت للسوم بس هو بقول خلينا نكون أحسى منه ما أخيك وأنت بتعرف طلال ما بدي حدا من برات الشركة بقى ما بدنا نأكل ضرب تاني من حدا تاني وخايف نفوت بمصيبة أكبر بمصيبة آدم لا 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 تقول لا والله إذا بيعمل شي لا يمسك بخوانيقه قدرني أخي نقول حكا طلال رو أهدى رو أهدى رو أهدى ها أوكي بس ليه خليل أهم الشي ما ترجع تعالى أنت وفارس هم؟ وبنعطيه فرصة لها السائل ما بتعرف شو بصير بس بنظلنا مراقبينه من بعيد بس بيعمل أي حركة بنوقفه عند حده لا تخاف أنا معك وما رح نوسق بأي حدا قبل ما نتأكد منه مية بالمية والله لحظين بقتله بحده هون وبيدأسه خلينا رو 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 ما بتاكلها لقد ها؟ يا خلينا نرجع لجوع بلا ما حدا ينتبهين في شي هم؟